بالنسبة للأوراق التي يكتب فيها كالجرائد ومجلات وتتطاير في الطرق مما كثرة فدخل في عموم البلوى وفي ما عفية عنه لأن الله عفا لنا عن كل ما يعصره كل ما هو عصير فهو معفوون عنه وهذا من الصعب جدا أن يتحمل الإنسان تتبعه حتى البلديات لا تستطيع ذلك فإذا وجد الإنسان مثلا اسم الله أو آية أو حديثا أو كلاما عربيا رآه أمامه واستطاع يأخذه ويحرقه أو يدفنه فيتعين عليه ذلك أما إذا كثر هذا جدا ولم يستطيع الإنسان ذلك فإنه لا يلزمه ولا يلزمه أيضا إذا رأى ورقة أن يأخذها حتى يرى ما فيها لا يجب عليه ذلك أما المصحف الذي تمزق وأكلت الأرضة بعضه فإن لم يبقى منتفعا به فإن الإنسان يدفنه أو يحرقه ويحط ما احترق منه حتى لا يبقى منه شيء متضح الكتابة وإذا دفنه يختار أن يدفنه في مكان طاهر ليس فيه تعرضه للأقدار والأجاس ترجمة نانسي قنقر